فهما ليس بصحيح إنما أعظم الرحمة هو أن يعبد الناس لرب الناس عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما أنا رحمة مهداء وما ذكرناه من قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الرحمة أن يعبد الناس لرب الناس هذه الرحمة الحقيقية أن يعبد ربنا سبحانه وتعالى ولا يعبد سواء على الأرض هذه الرحمة التي نفهمها هذه الرحمة التي نفهمها فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء أول رحمة لجميع الخلائق النبي عليه الصلاة والسلام دعا الكافرين وصبر على الكافرين وكاد يقتل نفسه غماً على الكافرين الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى عتبه في ذلك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً باخع أي تعلق نفسك يا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه يتحصر على هؤلاء الذين يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وهم يعني يصدون عن الله لا يؤمنون به ويصدون غيرهم فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر على أزى الكافرين وكان من رحمته أيضاً أو إن الله سبحانه وتعالى رحم به أهل الأرض أنه ما عاقب أحداً بخسف ولا مسخ ولا قصف في أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما حدث مع الأمم السابقة وإنما أمهل هؤلاء لعلهم يتوبون إلى الله ويسلمون وقد حدث لأن لو نظرنا إلى أبي سفيان على مدى أكثر من عشرين سنة وهو حرب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى هدى وأزن له في الإسلام أو طول المدة والإمهال لعلهم يراجعون مواقفهم فيؤمنون بالله سبحانه وتعالى وإن لم يراجعوا مواقفهم فلعل لهم زرية يأتي من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى فانظر إلى أبي جه إلى فرعون هذه الأمة كيف خرج من صلبه عكرمة ابن أبي جه رضي الله عنه أنظر إلى الوليد بن المغيرة كيف خرج من صلبي خالد بن الوليد سيف الله المسلول فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أمهل هؤلاء ولم يعاقبهم بعقوبة عامة وإنما أمهلهم لعلهم يدخلون إلى الإسلام أو لعلهم إلا يدخلوا إلى الإسلام يأتي من أبنائهم من يسلم فمسألة الرحمة لابد أن نوجهها توجيها صحيحا إن أعظم الرحمة أن يعبد الناس لرب الناس